إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم عزى قران جبار المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره مقابل العملة المحلية مرتبط بتوقعات السكان المبنية على معطيات غير دقيقة وقال خلال مؤتمر صحفي أن أسباب الارتفاع خلال هذه الأيام واضحة وتكمن بتراجع كميات ضخ الدولار من البنك المركزي العراقي إلى النصف خلال الأسبوع الماضي وكذلك ما تلاها من العطال أما العامل الخارجي فمتعلق بالعقوبات التي فرضتها الخزينة الأمريكية على بعض المصارف الأهلية بحجة تهريبها للعملة إلى خارج البلاد وخاصة إلى إيران وأشار إلى حاجة البنك إلى قرابة أربعة تيرليونات دينار شهريا فقط لرواتب الموظفين والعاملين في القطع العام وهذا يحتاج إلى ضخ كمية كبيرة من الدولار في الأسواق وعن الحلول أكد أن الحل الوحيد هو زيادة الرقابة على تعاملات المصارف الأهلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر